مبادرة كبيرة جداً مبادرة صناعية مصر ونقدر نقول أن في مركز مهم جداً للحرف التقليدية والتراثية بالفصطات المركز خلينا نقول أهم الأنشطة اللي بيقوم بيها أهم الحرف اليدوية أهم الصناعات اللي بيحافظ عليها من الاندثار تمام هو مركز الحرف التراثية بالفصطات أحد مراكز الإبداع التابعة لسندوق المنظر القفية وزارة الثقافة المصرية المركز في الحقيقة هو بيهدف إلى الحفاظ وتنمية وتطوير عدد من الحرف التراثية المصرية أهمها الخزف في مركز مهم جداً للخزف موجود بكامل تجهيزاته والفنين الموجودين فيه بالإضافة إلى مجموعة من الورش الأخرى زي ورشة النحاس ورشة الصدف ورشة الأخشاب يعني كل المجالات ورشة حتى كمان للشغال اللي هي علاقة بالنسيج وأشياء من هذا النوع مركز الحرف بيعتبر حاضرة لموضوع الحرف التراثية في مصر بشكل عام جواه أكتر من حاجة منها مشروع بيت جميل مشروع بيت جميل هو تابع إلى أحد المبادرات الممولة أو كمان المدعومة من المملكة المتحدة كان مبادرة للأمير تشارلز الملك تشارلز حالياً وكل سنة بيستقبل عدد من المتدربين بمناهج معتمدة من المركز بتعاون مع هذه المؤسسة كل سنة بيستقبل المتدربين وبيظلوا يشتغلوا على مدار سنة كاملة وبيتم تخرجهم الحقيقة احنا الفترة اللي فاتت تم تخريج الدفع الحالية وحاليا بنفتح بها بتقدم للدفع الجديدة تأحد المشروعات القائمة داخل مركز الحرف بعيداً عن الورش ووحدات الانتاجية اللي موجودة داخل مركز الحرف أخيراً يمكن من أسبوعين تحديداً تم افتتاح وتدشين بيت التراث المصري برضو داخل مفحف الحرف وده هيكون مركز بحسي لتوثيق وأرشافة ودراسة كل ما يتعلق بالتراث المادي واللا مادي في مصر طيب ده عظيم جداً مصر مليانة صناعية مصر مليانة حرف الحمد لله وإحنا بنحافظ على هذه الحرف من الاندصار من خلال هذا المركز والمدرسة اللي حضرتك ذكرتها عايزين نعرف الصناعية اللي موجودين في مصر والحرفيين إزاي ممكن يشتركوا في معارض زي جميل صناعية مصر أحد المشروعات الممبثقة من عنشطة مركز الحرف وهو الحياة من أكتر من ثلاث سنين أربعة سنين تحديداً حاز على رعاية رئاسية وتحول إلى مبادرة رئاسة الجمهورية تم تخريج ثلاث دفعات وفي سبيلنا لتخريج الضفع الرابعة ده بيضيف له إيه فهم اهتمام الرئاسة بهذا الأمر هقول له حضرتك بعد الدفع الثالثة وأثناء تخريج الضفع الرابعة تم توجيهات رئاسية بتطوير المبادرة وتوسيع نطاقها لتشمل كل المحافظات وتم تشكيل لجنة من جميع الوزارات ذات الصلة والأجهزة الدولة المتصلة بالموضوع والحياة انتهت اللجنة من أعمالها ورفعت توصياتها وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة موسعة من رئاسة وزارة ثقافة ومثلين لكل وزارات المعنية وزارة الصناعة وزارة التجارة وزارة ترمية المحلية وزارة شباب الرياضة وزارة طبعا التضام الاجتماعي والأجهزة ذات الصلة زي جهاز المشروعات الصغيرة زي جهاز تحديث الصناعة وخلافه اللجنة دي دلوقتي منتظرين صدور القرار بتشكيلها لدراسة دمج كل الأنشطة اللي موجودة في جميع الوزارات المصرية والمحافظات المصرية المتصلة بتنمية التراث أو الحرف التراثية تحديدا تحت المبادرة الأم اللي اسمها صناعة مصر فإن شاء الله الدورة الجديدة هتكون دورة موسعة وهيتم توسيع نطاقها على مستوى جمهورية مصر العربية وهيتم دمج لكل أنشطة اللي بتعلق بذات الموضوع في المبادرة أهدافها الرئيسية إضافة إلى الحفاظ على الحرف التراثية التقليدية المصرية لأهميتها التاريخية كمان استغلالها في التنمية الاقتصادية وعمل تدريب تحويلي بمعنى أننا بنستقبل الشباب أو السيدات أو المهتمين بالموضوع مما لهم مهارات معينة في هذا المجال وتدريبهم على مدار الوقت المخصص للمنحة على أحد هذه الحرف بهدف أساسي هو خلق فرصة عمل لها علاقة بهذا دي وهنا نحن نخدم هدفين الهدف الأولين الحفاظ والهدف الثاني تنمية اقتصادية واجتماعية منذ أيام قليلة يمكن أسبوع لفات تم تدشين بيت التراث وده كان في إطار الاحتفال بعشرين سنة تعاون ما بين اليونسكو وما بين العمل على التراث وده طبعا كان برعاية محافظة القاهرة لو نقدر بقى نقول التدشين بتاع البيت التراث الهدف منه الجديد المختلف اللي حيحصل في الفترة هو بيت التراث الحقيقة فكرة نبعت من داخل وزارة الثقافة نتيجة لاقتراب انتهاء أعمال أحد المشروعات القائمة منذ فترة اللي هو مشروع أرشيف التراث المصر الحقيقة تبنت الفكرة دكتورة نهل أمام مستشار الوزارة الثقافة لتراث اللامدين بدعم من معا الوزيرة نبيين كلاني وحاز على موافقة لجنة الدارة السندوق التنمية الثقافية وشرعنا مباشرة في الإعداد وإنشاء البيت وكانت مناسبة جيدة جدا أن يكون افتتاح البيت في الذكرى العشرين لتوقيع مصر على اتفاقية صنو التراث اللامد دي اللي بتنظمها اليونسكو والحقيقة ممكن مصر تمازت في كل الدول المشاركة في هذا الموضوع بافتتاح هذا البيت والفتاح الحقيقة كان كنا حرصين للفتاح يكون له علاقة بموضوع احنا كنا متواجدين صباح الخير يا مصر غطينا الافتتاح وشوفنا عد ايه كان جميل ومبهر ولايء على المكان بالزبط هو كان الهدف ان احنا بتقدم فيه خلال الفتاح ده العناصر التراثية المصرية اللي مادية اللي تم تسجيلها ومن زي التحطيب زي الأرجوز زي بعض هذه العناصر المشطوية الصدى اللي تلقنا على افتتاح بالتراث اهتمام عربي في المقام الأول وعالمي لحد بعيد واهتمام كبير كمان من المحافظات المصرية لتسجيل التراث داخل كل محافظة الحقيقة مجلس الأمن اجتمع الأسبوع اللي فات ويبتدوا في وضع استراتيجية للبيت ويوضع خطة تنفيذية لكيفية عمل البيت وحاليا من شكل فريل عمل من الباحثين والإداريين اللي هيقوموا على آآ جامع وتوثيق ودراسة التراث المصري في كل محافظات وإن شاء الله يعني قريبا في الشهر القادم هنفتتح فعاليات البيت ضمن مشروع كبير هيتم في محافظة سهاج وهنبتدي بمحافظة سهاج كنموذج بالإضافة إلى المحافظات الحدودية اللي بتلقى حاليا اهتمام كبير من وزارة ثقافة في التنمية الثقافية جميل لأن فيها من الحرف الكتير بصراحة المحافظات الحدودية طيب ما يحدث فيه مدينة الفسطاد بشكل عام بقى من المدرسة والاهتمام والمعرض اللي كنا لسه نتكلم عنه هل الشباب أو مدينة الفسطاد بترعى الشباب الصناعية المهرة ولا من الممكن أن حد يكون عنده اهتمام بحرفة معينة بدايات صنع معينة فيتم تدريبه التأهيل الجيد عشان نخرج في النهاية بمنتج يحافظ في النهاية على الحرف التراثي هو ده الهدف الرئيسي بتاع مشروع صناعية مصر أو مبادرة صناعية مصر بالإضافة كمان لبيت جميل الإعلان اللي بيتم بيستهدف بشكل أساسي الشباب المهتمين بهذا الموضوع المهتمين فقط يعني مش لازم يكون متقن للصنع لا 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 يعني المتقن في الصنع مش محتاج لي المنتج أو المتقن في الصنع فيه جهات أخرى في الدولة ممكن تدعمه لو هو فعلا حرف ماهر وأتقن صنعيته هو هي طبع عمل مثلا مع جهاز المشروعات الصغيرة فيه وزارة التضامن بحيث يدعموه لكن هذا المهتم أكتر بنقل الخبرة وتعليم الصنع أو الحرفة المميزة لمن يرغب في ذلك فيه كتير من خريجي كلات الفن الجميلة المهتمين حتى خريجي المدارس الفنية التابعة وزارة التعليم الفني بيكونوا مهتمين بذلك والحقيقة بيحققوا إنجازات كبيرة دي مرحلة يعني المرحلة بيتم تدربهم وبعد كده هم بيروحوا بقى يفتتحوا بقى المشاريع الخاصة بيهم من خلال جهاز المشروعات العمل يعني يمكن في الثلاث سنين اللي فاتوا كان بيتم التدريب وما كانش بيبقى فيه رعاية كافية فيه ما بعد التخرج قريبا وبعد توسيع عمل مبادرة صناعية مصر تم التواصل مع جهاز تحديث صناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والوزارات المختلفة لدعم ورعاية وتدريب المتدربين أو الخارجين يعني على فكرة التسويق وإقامة المشروع يعني قريب خالص برضو خلال الأسبوع اللي فات كان فيه لقاء مع أحد ممثلي جهاز تحديث صناعة عشان إزاي الجهاز يتبنى تسويق عملية المنتج اللي هينتجه للطلاب فيما بعد التخرج وكمان كان فيه لقاء آخر مع جهاز تنمية المشروعات إزاي هما يتبنوهم من حيث يدعموهم من حيث التمويل من حيث التدريب على التسويق الإلكتروني وتسويق العادي وكمان إزاي يشاركوا في المعارض اللي بيقيمها جهاز تنمية المشروعات طيب كلام حضرتك حضرتك قلت عن أن المبادرة بتهتف ليه تدريب الشباب الحرفيين الأصليين اللي هم صحاب المهنة والشيوخ المهنة ما هماش موجودين في المبادرة يعني مش بيتم نقل خبراتهم بشكل أو بآخر مش بيتم إعادة تأهلهم بشكل أو بآخر بحيث أنهم يتماشوا أكتر مع روح العصر يعني قد يكون محترف جدا وقد يكون صناعي قوي لكن شغال في منطقة مثلا لو بنكلم عن السجاد ولا اللون ألوان ما بقتش تستخدم الأحمرات والنبتيات أعتقد شكل العفش مثلا ما بقاش يتناسب قوي مع الألوان دي فما زال السجاد اليدوي موجود ولكن هل بيقدم مثلا بألوان مختلفة تتناسب مع روح العصر أقول الله حضرتك الموضوع بمدربين نحن نعتمد بشكل أساسي على المدربين الموجودين في مركز الحرف الإدواء في الفسطات وكذلك قطاع الفنون التشكيلية عنده إدارات مهتمة بالحرف وكذلك هيتصور الثقافة عندهم إدارات مهتمة بالحرف وموجود فيهم شيوخ صنع من زمان يعني طبعا عددهم بقل لا ننكر ذلك في تطوير مبادرة صناعة مصر بقى عندنا الصلاحية نحن نستعين بالصناع الأصليين من أي جهة مش بالضرورة يكونوا من داخل هيكل حكومي ده هيتم بنضيف على ده كمان أن نحن بنستعين بأسازة الكليات المتخصصة زي كليات الفنون التطبيقية بنستعين بخبراء من القطاع الخاص من العاملين في المجال زي مثلا مصممين الأزياء زي مصممي الحلي والمجاورات من خارج النطاق الحكومي بشكل عام وأحد أهداف المبادرة سواء في شكلها القادم أو حتى في شكلها الحالي هو عملية تطوير المنتج بحيث يكون ذو جودة عالية له تصمات معصرة وكيفية توظيف هذه الحرف الإدوية في تقديم منتجات تواكب العصر وقبلها للتسويق على المستوى المحلي والمستوى الدولي ففكرة تطوير التصميم شغالين عليها طبعا ده نقطة خلافية يعني المهتمين بالتراث بيتكلموا أن التراث يبقى كما هو ولكن جزء كبير من المتعملين مع الموضوع وخصوصا اللي بيبصلوا من نظرة اتصادية لا نرى منع في أن التراث يمكن استغلاله وتقديمه بشكل معصر جدا ويمكن استخدامه استخدام معصر أو آني لا يرتبط بالشكل التقليدي والوظيفة التقليدية للحرفة لأن الحرفة مهما كانت في زمنها هي كانت بتخديم وظائف أو أغراض نفعية المجتمع بيحتاجها ما فيش ما يمنع أننا حافظة للحرفة تمام مع تطوير المنتج اليناسب لحتاجات الحالية ده بالفعل جزء من الدراسة اللي شغالها وفي الدورة الحالية من صناعة مصر شغالين على ده من خلال المتخصصين يمكن مثلا أن الولاد اللي بيتدربوا على مجاهرات بيروحوا أحد مصانع الحلي ما بياخدوش تدريب كمان بس في المركز ولكن بينتقلوا إلى أحد المصانع عشان كمان مش بس يعرف تصميم مختلف لا يشوف التقنيات الجديدة في الحرفة اللي هو بتعلمها عظيم جدا حضاك قلت أنه للأسف شيوخ الصناعة عددهم بيقل طب في ظل توجيهات رئاسية بالاهتمام بهذا الأمر بالصناعات الثقافية والحفاظ على التراث والحرف اليدوية ليه ما نهتمش بالناس اللي بيعتبروا كنز دلوقتي يعني ديهم تتلفف حرير زي ما بنقول ليه ما يتمش الاهتمام بيهم وفي نفس الوقت برضو تدريب أجيال جديدة للحفاظ على هذه الحرفة لا وفعلا فيه اهتمام بيهم يعني مجموعة الحرفين اللي موجودين في الفستات أو في إدارات الحرف في قطاع الفنون أو في الحالة العامة للثقافة لأسول الثقافة لا بيتم الاهتمام بيهم والمحافظة عليهم بشكل أساسي هي الفكرة كلها أن يمكن في فترة ما ما كانش فيه الاهتمام بنقل هذه الخبرة أو ما كانتش الحرفة اليدوية التراثية جاذبة اقتصاديا لفئات من الشباب للتدريب عليها لأنه كان فيه صعوبة في التسويق وكان فيه صعوبة فيه أشياء كتيرة جدا كان بتمنعهم من الحكاية وضيف على كده بقى فيه سهولة المنتج المصنع والمستورد اللي بيحط فيه شكل المنتج التراثي ولكنه لا ينتمي إلى نطاق الحرفة التراثية يعني مثلا من أهم الحاجات نعم فرق السعر كمان ودي نقطة أعتقد بتفرق كتير جدا أن اللي بيتم تصنيعه بألات بيتم تصنيعه أسرع بكتير وبأقل في التكلفة بيدي قيمة جمالية شبيهة يعني من أكثر الأمثلة على ده مثلا الخيامية المطبوعة طباعة الزخارف بتاعة الخيامية أصل الحرفة مش كده أصل الحرفة هي الشغل قماش على قماش بالإبرة وبتقنيات معينة طبعا فرق الوقت وفرق التكلفة وفرق السعر للمنتج كبير جدا فكتير من صناع الخيامية اللي في مصر تحولوا إلى يا إما التحول إلى الطباعة أو الدمج ما بين تقنيات طبعية ألية وما بين الحرفة الأصلية وده بيقلل من موضوع الحرفية لكن لا فيه اهتمام ولكن الظروف بتعمل ده والمبادرة الرئاسية هدفها الأساسي إعادة ده وصناعة جزء كبير من أو عدد كبير من الحرفين المهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا